طبعاً أكيد النهاردة هارد لك نادي الأهلي يعني بتدينا بداية قوية في الشوت الأول أو في الجيم أو الشوت الأول وبعد كده الأداء تبين حبة فوق وحبة تحت كان السبب رؤية جت نظر حدك أكيد طبعاً يا كابتن هيسم هارد لك طبعاً فريق نادي الأهلي وأكيد لسه يعني بكراً إن شاء الله نقدر نعوض ونتدارك أخطاء النهاردة يعني أنا شايف الأسباب الرئاسية طبعاً النهاردة الإرسال بتاعنا مش مؤثر مش مؤثر باتاتاً يعني إحنا في الجيم الأول إلى حد ما كان عملنا ثلاثة سيرف يعني إيس خدنا أربعة بلوكات ده اللي بيفرق ده اللي بيفرق الفريق وبنوسعنا الفرق وده ده أن إحنا إيه نتفوق من أول الشوت الثاني إرسالنا طبعاً نصال سيرف نزل ما بقاش السيرف مؤثر وبالتالي الحاة الصد مش قادر إن هو يقوم بدوره ويوقف هجوم الزمالك بالإضافة طبعاً هم الزمالك كانوا موفقين جداً جداً في الدفاع عن الملعب يعني قدموا وراموا ويزا في الدفاع عن الملعب الولد المعد الصغير ياسين يعني برضو فرقة جداً مع زمالك بتاعتي من الشوت الثاني محمد لعبة برضو جايب 23 نقطة مش قادرين إن إحنا نوقفه طبعاً ده كتير فطبعاً لازم نتدارك الأخطاء دي بكرة لازم يعني نرجع طبعاً اتجاهات لعبة ولازم نوقفه لأن هو العنص الأساسي في الضرب بين دي الزمالك زائد إن إحنا لازم طبعاً يعني السيرف يبقى لازم بيقى مؤثر أكتر من كده لازم الدفاع عن الملعب إحنا يعني بنطلع بمعدل كورتين مثلاً في الجيم نادي الزمالك بيطلع حوالي 6 أو 7 كور في الجيم دفاع عن الملعب نعم الدفاع عن الملعب زي وزي حقاة الصد بيخليك على طول طول ما السيرف معاك تكسر وتقدر أن أنت يعني تفرق يعني بالإضافة طبعاً بعض من جوم الفريق مش موفقين أو في مهارة الضرب يعني النسبة التخليص بتاعنا مش عالية يعني أنا شايف أن الكورة الأولينية ما كانتش سيئة في النادي الأهلي كانت كويسة يعني قدرنا نوقف في سيرف الزمالك ولكن ما بنخلص الكورة يعني الكورة بترفع كتير بالمعدل التخليص عندنا ما كانش عالي أوي فده ملخص يعني الواجه عام للمباراة يعني